بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالموت هو قدر الله المحتوم الذي كتبه على الخلائق جميعا فلا ينجو منه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح بل هي قضية كلية كما قال ربنا كل شيء هالك إلا وجهه وهذا الموت يقيننا كمسلمين أنه أمر مقدر مكتوب في أجل معلوم عند الله جل جلاله وأن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال جل من قائل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فليس الأمر موقوفا على علة تكون بالإنسان ولا على وباء ينتشر بين البشر ولا على حرب يخوضونها فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر والمطلوب من المسلم أن يتهيأ ولذلك هذا الوباء الذي انتشر هو نعمة من نعم الله على العباد من أجل أن يرجعوا إلى ربهم من أجل أن يؤوبوا ويتوبوا ويثوبوا إلى رشدهم وكما قال جل من قائل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فنحن نرى الأمم جميعا عربيها وعجميها ما كان من العالم الأول وما كان من العالم الثالث كلهم قد استنهضوا واستفزعوا من عجل أن يكافحوا هذا الوباء ويحدوا من خطره مما يدل على ضعفنا معشر بني الإنسان كما قال ربنا وخلق الإنسان ضعيفا وأن هذا الإنسان بحاجة إلى ربه جل جلال يتضرع إليه ويدعوه كما قال سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولذلك تجد الآن في ظل هذا الهلع والجزع الناس يسارعون في الإجراءات الوقائية فإذا خرج من يذكرهم بالتوبة وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وأن قدر الله لا يدفع إلا بالدعاء ونحو ذلك تجد بعض السفاء يسخرون من مثل هذا الخطاب ويعدونه تغريدا خارج السرب وأن الواجب الأخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك نعم الأخذ بالاحتياطات مطلوب ولكن أيضا الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار والتقرب إليه بالصدقات والتضرع والدعاء أيضا مطلوب ترجمة نانسي قنقر